من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يا أيها الناس يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق غدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله هو السميع البصير لذلك قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وهذه آيات تتلى على المسلمين والله جل وعلا بيّن حال المؤمنين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كده نرد للقرآن في القرآن الكريم ربنا قال ما تناد شيخ قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ده كلام الله في القرآن نرد للسنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا يؤفكون هؤلاء الناس الذين يعبدون القباب ويعبدون القبور إنما يحتجون لباطلهم هذا بأحاديث ضعيفة من الأحاديث التي يأتون بها حديث قالوا إذا خدرت إذا خدرت رجل أحدكم قالوا في زمان عمر بن الخطاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا ده الحديث اللي بيقول لك تمشي القبة ما في دليل حديث ضعيف قالوا أن رجلا في عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه قالوا خدرت رجل عبد الله بن عمر فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد قال فقام كأنما نشط من عقال وهذا الحديث ضعيف يحتج به أهل القباب والقبور وهو حديث ضعيف وضعفه العلماء قالوا لأن في إسناده الهيثم بن حنش قال فيه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية قال مجهول وفيه أيضا من من طعن فيهم في السند أبو إسحاق السبيعي قال عنه الإمام بن حجر العسقلاني في كتابه التغريبة التهذيب قال عمر بن عبد الله ويقال علي ويقال أبو شعير الهمداني ويقال أبي إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد اختلط في آخره دي لا حديث الضعيفة البحتجباء أهل الطرق الصوفية في البلد عشان ينادوا الشيوخ وعشان يعتقدوا في الغباب والأضرع وهم على الشرك الذي كان عليه أبو جهل وكان عليه عقب ابن أبي معيط وكان عليه المشركين الأوائل لذلك قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله ده غرآن كريم يا ناس من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أليس الله بكافر عبده نحن الآن بنسأل الناس المحترضين على الله براه على إنه ينادوا الله براه الناس المادرين الكلام ده بنسألهم هؤلاء الشيوخ وهؤلاء الأنداد وهالي القباب والأضرحة الذين تدعونهم وتستقيثون بهم أهم خير أم الله الله خير أم ما يشركون الله ولا الشيخ يا جماعة ربنا قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حجائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله هم مع الله؟ بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله هم مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلموا أمن يجيب المضطر إذا دعاه أجمع الزل من الطرو الضايق بنادي منه والبيجيب منه والبينفع منه الله ولا الشيخ الله ولا القبة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكروا هذه آيات بينات واضحات لما كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد تبين العقيدة التي يجب أن يكون عليها المسلم هي دعاء الله والابتعاد عن القباب والأضرحة والقبور وغيرها من الضلالات التي نشرها هل الطرق وأنا أقدم إن شاء الله أخونا الشيخ شيخ آدم النجير إن شاء الله يكمل ما تقدم ويبين من الأدلة إن شاء الله وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر